موسيقى السلام عليكم يلا حيهم معكم إبراهيم الدوسري اليوم راح شرح لكم كيف تضيفون بطاقات بنك الإنماء إلى محفظة أبل وستخدامها في أبل بي قبل أن أبدأ في المقطع أتمنى تشترك عندي في القناة تشرفني أبوصل إلى 10 ألف مشترك في أقرب وقت ممكن وتفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد وتدعمني باللايك وأكون شاكر لك وبسم الله نبدأ الشرح أول حاج راح نتوجه إلى تطبيق بنك الإنماء ورح نسوي تسجيل دخول بعدها راح نتوجه إلى خيار البطاقات هذا الخيار بعدها قائمة البطاقات بعدها راح تحصل عندك بطاقة بنك الإنماء الأساسية تابع لمدى كيف تضيفه إلى محفظة أبل اللي هي أبل والد راح تضغط على خيار هذا بعدها نيكست أو التالي بعد ما تراجع الشروط راح توافق عليها أو ترفض على حسب لناسبك وبعدها راح يجيك رمز تحقق راح تدخله وراح تشبك معك البطاقة في أبل والد طريقة استخدامها تضغط على زر إقفال الآيفون مرتين وراح تظهر معك البطاقة وراح يطلب منك كلمة السر أو الفيس اي دي وبعدها راح تكون جاهزة للاستخدام في الدفع أما بالنسبة للبطاقات الفيزة الاعتمانية راح تضغط على الخيار هذا البطاقات الاعتمانية وراح تمشي على نفس الخيارات اللي أنا شرحتها على بطاقة مدى العادية من بنك الإنماء وبس هذا اللي كان عند اليوم أتمنى إذا فتك في الشرح تشترك عندي في القناة تشرفني وتفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد وتدعمني باللايك وأكون شاكر لك والسلام عليكم